منذ الانقلاب والاجتياح في صنعاء إلى عاصفة الحزم إلى الانقلاب الثاني في عدن لا تزال المقاومة والجيش الوطني في تعز حاضرة ببسالتها على الرغم من إعاقة القرار الوطني وباتت اليمن بلا قرار يضع الأولوية اليمنية ومشروع استعادة الدولة في الحسبان على صعيد الجغرافية العسكرية أنجزت قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدما عسكريا مهما وملحوظا وخصوصا تحرير جبال الصلو التي وعدها مراكبون محورية وفق التقديرات العسكرية إذ يشكل تحريرها ضربة مركزة للميليشيا في ريف تعز بحسب موقع الجيش الوطني سبتمبر بعد تحرير الصلو تقدم الجيش الوطني في دمنة خدير وحرر مواقع استراتيجية غرب تعز في إطار العملية العسكرية لتحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي الانقلابية كما تمكنت قوات الجيش الوطني في اللواء الخامس والثلاثين مدرع اليوم الخميس من تمشيط الخط الرابط بين مديريتي الصلو ودمنة خدير جنوبي شرقة تعز بينما تدور معارك عنيفة بين قوات اللواء الخامس والثلاثين والميليشيا الحوثية في سائلة موقعه ومنطقة ورزان أولى مناطق مديرية دمنة خدير وسط تقدم كبير تحرزه قوات الجيش الوطني في مدينة تعز أعلن الجيش الوطني شرق المدينة وجولة الكاصر والحوبان مناطق عسكرية واشتعلت المعارك على ضوء الإعلان العسكري ويرجح مراقبون أن الميليشيا ستشهد انكماشا غير مسبوك في تعز لأسباب كثيرة منها الخبرة المتراكمة للجيش والمقاومة في المدينة وحتى اللحظة تشهد مناطق شرق المدينة مواجهات ساخنة بين الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا والميليشيات الانقلابية ضمن عملية واسعة تم إعلانها لتحرير تعز حيث تشهد كل الجبهات مواجهات في الريف والمدينة من خلال الإيقاع المتسارع للمعركات العسكرية في تعز لا يبدو أن سير معركة التحرير قد تأثر بالأحداث الدائرة في عدن والتي عملت بشكل مباشر على إرباك البيت الداخلي للشرعية ووضعت مشروع استعادة الدولة على حافة الهاوية